السلام عليكم نبدأ جولتنا الإخبارية المهمة لهذا اليوم بالخبر الأول غضب كبير في الصين من تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية السيدة أنا لينة بيربوك من حزب الخضر الصين غاضبة جدا لأن وزيرة الخارجية التي عملت حوارا صحفيا مع قناة تلفزيونية أمريكية وصفت الرئيس الصيني تشي بأنه ديكتاتور الصين غاضبة جدا من هذه التصريحات واعتبرتها استفزازا سياسيا للصين وقالت الصين أنها لا تقبل بهذه التصريحات ماذا حصل؟ وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينة بيربوك عملت لقاء صحفيا مع قناة إخبارية أمريكية فوكس نيوز الأمريكية وقالت للتلفزيون الأمريكي بأنها ترغب بأن تنتصر أوكرانيا بحربها مع روسيا وقالت لا يجب أن ينتصر الرئيس الروسي في هذه الحرب لأنه لو انتصر الرئيس الروسي في حربه على أوكرانيا فإنه في هذه الحالة سيجعل ديكتاتور آخر ووصفت هنا الرئيس الصيني بأنه ديكتاتور بأنه سوف يجعل ديكتاتور آخر سوف يستغل الموقف وسوف يقوم أيضا بحرب أخرى يعني تعني بأن الصين لو انتصرت روسيا على أوكرانيا سيشجع هذا الأمر الصين أن تقوم بغزو طايوان ووصفت الرئيس الصيني بأنه ديكتاتور لذلك هناك غضب كبير جدا في الصين الصين اعتبرت الأمر بأنه استفزاز لها وأنه لا يليق بالدبلوماسية ولا يليق بالعلاقة يعني علاقة الصداقة وعلاقة الاحترام بين ألمانيا وبين الصين فهل يمكن أن يؤثر هذا الوضع على العلاقة بين البلدين لا يعرف ما يعرف هو أنه مستشار ألمانيا السيد أولف شولتز يرغب دائما أن تكون هناك علاقة ودية وعلاقة احترام بينه وبين الصين لأنه الصين مهم جدا للاقتصاد الألماني الصين هي الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا ومستشار ألمانيا السيد شولتز من حزب اسبيد الاشتراكي يطلب من وزرائه ودائما يطلب من وزيرة الخارجية بأن يعني تحافظ على علاقة الودية بين ألمانيا وبين الصين لكن وزيرة الخارجية بعض المرات تنتقد الصين مثل ما عملت الآن وانتقدت الصين واعتبرت الرئيس الصيني بأنه ديكتاتور ننتقل إلى الخبر الثاني غضب كبير حاليا في ألمانيا بسبب ما حصل بمدينة كولن وهذا الأمر كتبوا تمانية رجال قاموا بالاعتداء جنسيا على فتاة عمرها 13 سنة حصل هذا الأمر بهذا المسبح يعني بخارج المسبح هنا هذا المسبح يوجد في كولن اسمه أغغيباباد أغغيباباد وقالوا بأن هذه التمانية رجال هم من أصول أجنبية أصدقائي وأعطوا أيضا جنسيتهم قالوا بأن هذه الفتاة كانت تتواجد مع صديقتها في هذا المسبح وهي ألمانية وكانت تسبح فجاء عندها مجموعة من الشباب أعمارهم تتراوح بين 16 سنة إلى 26 سنة يعني 3 عمرهم 16 سنة والآخرين وواحد عمره 21 الآخر 22 والآخر 26 سنة وقالوا بأنه واحد من جنسية عراقية وقالوا بأنه أربعة من جنسية سورية وقالوا بأنه ثلاثة من جنسية تركية كانت تسبح في المسبح وجاءوا عندها ويعني حاولوا الاقتراب منها وحاولوا يعني لمسها وتعرضوا لها بشكل جنسي واعتداء جنسي لاحظ الأمر البادمايستا واتصل مباشرة بالشرطة وجاءت الشرطة كما تلاحظون هنا مسرعة وهم حاولوا الهرب لكن أوقفتهم الشرطة وأخذت بياناتهم وستتم متابعتهم متابعة قانونية للأسف هذا الخبر انتشر بقوة في مواقع التواصل الاجتماعي وكثير من التعليقات كانت تعليقات يعني عنيفة كانت تعليقات غاضبة وكانت تعليقات تشتم بمسألة الهجرة وتشتم بمسألة اللجوء ويعني تدعو إلى الانتخاب على الحزب اليميني المتشدد إلى آخره للأسف للأسف تحصل أمور للأسف سيئة من قلة قليلة لكن هذه القلة القليلة لا تنتبه بأنها تؤثر على الجماعة وبأنه مثل هذه الأخبار للأسف تزيد فقط الطينة بلة لأنه يتم استغلالها بشكل كبير من عند الأحزاب اليمينية المتشددة نمر أصدقائي إلى خبر آخر تتكلم عنه الصحافة الألمانية وهو قيام مجموعة لتستيجيني غاتسيون الجيل الأخير التي تطالب بحماية البيئة في ألمانيا قيامها هذا اليوم بإغلاق مجموعة كبيرة من الطرقات في مدينة برلين حيث أغلقوا عشرين مكانا تقريبا وجلسوا هناك في الطريق وألسقوا نفسهم تدخلت الشرطة من أجل تسريح الطريق وأخذوا بيانتهم في بعض الأحيان كان مجموعة من سائق الصيارات غاضبين ومنزعجين والتجأوا إلى العنف وهناك من كان يسب هناك من كان يشتم هناك من كان يبسق على المتظاهرين من الجيل الأخير هناك من اعتدى عليهم أيضا بالضرب فجاءت الشرطة وأخذت بيانت يعني عندما يتم الاعتداءهم أيضا يتعرضون دائما للاعتداء لكن هذا الأمر ممنوع للغاية وتتم متابعة كل شخص يعتدي على مجموعة لتستيغينيغاتسيون بطبيعة الحال هم أيضا تتم متابعتهم لعرقلة السير العام للطريق وغلقهم للطرقات لكن هناك بعض الناس الذين يخرجون من سيارتهم ويبدأون يضربون ويركلون ويلكمون الناس وهذا الأمر يعاقب عليه القانون مجموعة لتستيغينيغاتسيون الجيل الأخير وعدت بأنها ستقوم مجددا وقريبا بإغلاق مجموعة كبيرة من الطرق لأنه قالت يجب الآن يعني عمل إجراءات صارمة لحماية البيئة وقف السيارات التي تعمل بمحرك بنزين وديزل إنهاء جميع الأمور التي تلوت البيئة التحول السريع إلى التاقة النظيفة التحول السريع إلى حماية البيئة لأنه يقولون الكوارثة الطبيعية التي تحصل كلها بسبب تلوت البيئة ويطالبون أن يستيقظ العالم وتستيقظ الحكومة الألمانية وإلا فإن هذا سيكون الجيل الأخير للأرض كما يقولون أيضا أصدقائي خبر آخر وأخير لهذا اليوم قالت حزب اليسار عمل اقتراحا جديدا ومطالب جديدة يقترح حزب اليسار بإلغاء هوس أوفقابن الواجبات المدرسية إلغاء الامتحانات ونقاط الامتحانات بالمدارس وإلغاء الرصوب بالمدارس وقال حزب اليسار بأن المدرسة هي مكان للتعلم ويقولون يجب إلغاء جميع الواجبات المدرسية وقالوا يجب أن تكون هناك مدرسة واحدة يعني هم لا يرغبون بأن يكون هناك مدرسة ابتدائية لا يرغبون بعدها أن يكون هناك غيمنازيوم تانوية لا يرغبون بغيال شولة لا يرغبون بهوبت شولة قالوا مدرسة واحدة يبقى فيها الأطفال والشباب من الفصل الأول إلى الفصل العاشر وقالوا أيضا يرغبون بإنهاء الواجبات المدرسية لأنها تضغط فقط على التلاميذ وقالوا يجب إلغاء أيضا الامتحانات وإلغاء أيضا النقط لأن التلميذ يعيش فقط في الخوف وفي الرعب وفي القلق يجب أن لا تكون هناك امتحانات يجب أن لا يكون هناك تنقيت يجب أن تكون هناك فقط دراسة دون ضغط إلى غاية الصف العاشر ويجب أن لا يرصب أي أحد يعني كيفما كان مستوه كان مستوه جيد ولم يكن جيد لا يرصب أحدا ويجب أيضا أن يصبح نظام التعليم في ألمانيا نظام مركزي تابع للعاصمة بيرلين وهي من تقرر بالمقررات المدرسية حاليا نظام التعليم هو للمقاطعات وكل مقاطعة ألمانية من المقاطعات الستة عشر عندها وزارة للتعليم عندها مقررات وعندها نظام تعليمي واحد قالوا لا هذا الأمر لا يجب أن يكون ضد اللامركزية هم مع المركزية وقالوا زيادة أيضا مرتبات المعلمين وجعل المدرسة فقط مكانا لتنمية الدات ما رأيكم في هذا المقترح الذي اقترحه حزب اليسار غالبا لن يتم الموافقة عليه لأنهم أيضا طالبوا بمئة مليار يورو من أجل عمل هذا المشروع أظن بأنه لن يتم الموافقة عليه لأنه كثير من الوزارات يرون بأنه التنقيت أو كذا أو كذا شيء مهم أنا من رأيي يجب أن تكون هناك طبعا امتحانة لكن لا يجب أن تكون هناك امتحانة تضغط على التلميذ يجب أن تكون هناك امتحانات يعني خفيفة من أجل أن يعرف دائما مستوى التلميذ لأنه عن طريق الامتحان يمكن معرفة مستوى التلميذ والتلميذ الذي يرصب في الامتحان لا يجب هزمه نفسيا والضغط عليهم نفسيا أو تهديده من الطرق في المدرسة لا لا بل يجب هذا التلميذ الذي يرصب في الامتحان أن يحصل على دعم مباشر من المدرسة وساعات إضافية جديدة ودعم كبير لأنه لو ألغيت الامتحانات ولو ألغيت هذه الأمور من سيضيع؟ سيضيع على الأغلب التلاميذ من أصول أجنبية لأنه مثلا تلميذ من أصول أجنبي ممكن أن تكون عنده نقص في اللغة الألمانية في بعض الأمور ويحتاج فقط إلى دعم باللغة الألمانية فكيف نعرف نقصه في الرياضيات أو عنده نقص في هذا المجال عن طريق الامتحانات لكن لا يجب أن تكون الامتحانات مثل الشكل الحالي فقط ضغط 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 على التلميذ وامتحان امتحان 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 لأن الامتحانات أيضا لا تقول هل هذا التلميذ فعلا دكي أو ليس دكي الامتحان هو أن الواحد يحفظ كل شيء ظهرا عن قلب أو قلبا عن ظهر أنا آسف نسيتها فالواحد يحفظ كل شيء ويكتب ممكن أن الواحد لا يفهم المعنى فلديك يجب أن يتغير المنظور ويكون هناك دعم كبير للأسر التي تحتاج دعم ويجب وأنا من رأيي سيكون أحسن لو كان هناك فقط وكان جيمنازيوم يعني الكل رغم ذلك يمر إلى الجيمنازيوم أنا في رأيي صراحة لأن هناك أطفال ممكن أنهم بالغونتشولة بالمدارس الإبتدائية كان مستواهم ضعيف لكن عندما وصلوا إلى التانوية أصبح مستواهم قوي فلان لا يجب علينا فقط من مستواه ضعيف أن نحرمه من الدوجه إلى الجيمنازيوم وهناك العكس هناك تلاميذ كان مستواهم قوي عندما كانوا بالمدارس الإبتدائية وعندما وصلوا إلى الجيمنازيوم أصبح مستواهم ضعيف فهؤلاء يجب أيضا دعمهم ودعمهم هذا فقط اقتراح من حزب اليسار متشوق إلى سمع رأيكم حول هذا الاقتراح وما هو في نظركم المقترح الأسمى لتحسين نظام التعليم وجعله جدابا أكثر نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء